تدريب يصوم حسب صحة تاو حسب بنية جسدية تاو كان طفل تلقيه في عمره 8 سنين والله يباك جاي بروحه وبصحة جيدة يقدر يصوم كان طفل تلقيه في عمره 10 سنين وما يقدرش على حسب البنية الجسدية هو غير مكلف بالصيام قبل سن البولوغ غير مكلف بالصيام مش كبه الصالات الرسول صالصنا قال علموهم لسابع ودربهم لعشر لكن الصيام لا لا حتى البولوغ لذلك التدريب على الصيام نقدره حسب البنية الجسدية للطفل لكن هناك أمور أخرى لازم نجهز الطفل نفسياً وجسدياً للصيام عبارة عن تدريبات نعم، كيف يتم تجهيز الطفل وتدريب الطفل على الصوم؟ الطفل يتم تدريبه على الصوم حسب الفئة العمرية على البنكة أن الطفل ينتقل مرحلة الإدراكة من مرحلة المرحلة يعني إدراكة الطفل في المرحلة الإحائية، المرحلة السببية، المرحلة الغرضية يعني الطفل يكون صغير كامل يشوف أنه نقدرون نحسو به، نحسو بالألم تاعه وكامل يشوف أنه موضع كل شيء، لذلك هنا من قدرون يكون صغير بزاف من قدرون شحوا يقولون له وجه رمضان ونصوموا لأنه بالنسبة لي كل حاجة هي عبارة عن كائن حي حتى رمضان هذا، حتى كل حاجة كائن حي يفهم بالملموس، يعطونه الملموسات يعني إحنا كنشوفوا بركة في قطع غزة وشوصاري صحيح وقعوا شوصاري عندهم وبدوا يجهزوا للأحياء رغم الدمار الشامل اللي وصاري إلا أنهم جهزوا وشبحوا وصبغوا 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 وكامل بأبسط الأمر ورقة هكا ورقة والشعلية كما يقولون قطعوهم وخدموا فاوانيس وكامل يحب ذلو أنه كل أسرة يديروا هاد الأمور هادية يجهزوها الأطفال في البيت يجهزوا البيت، الطفل يحب يشوف حاجة من الموسى يحس بالليد البيت تغير جذريا مش يقول لهم رحوا حاجة غاليين ولا أمور بسيطة جدا نعطوا شاعرية الدين هادية للطفل يقولي كل عام يسنع تغير البيت تغير كلش هنا المرحلة الأولى، مرحلة الإحائية ويجب يشوف الملموسات المرحلة الثانية هي السببية الطفل كل حاجة يعطي لها سبب مثلا يقول لأني أنا قبحت وشغبت في البيت بسببي الدار نعم يتضربوا في الدار القيبة به هو السبب للبيت اللي فيه شحنة بزاف ولا بسبب كليت هذه الماكلة يعني مرت بسبب هادية يصالي هكذا دايمن كل حاجة يربطها بأسباب لذلك هنا نحاولوا نعطوله السبب التغيير البيت والهدوء في البيت وموادة والرحمة والصهارات العائلية ومجالس الذاك رقع هو رمضان نعطوله السبب المرحلة الأولى ما زال ما يعرفش وش حبيب يقول المرحلة الثانية هاو السبب عنده مرحلة الثالثة اللي هي الغرض انه كل حاجة عندها غرض مثلا الطفل في هاد المرحلة يجي يقول لك اه ماما طيبتي لديك الحاجة على جل تحبيني يقول لك طاحت هديك على جلد طباحها فلان على جلدتي هكذا كل حاجة يعطي لها ما الغرض من وراء هذا الفعل اللولى السبب الثانية السببية قلنا السبب سبب وقوع هاد الحديث اني قبحت واني سرى كذا لكن تانيا ما الغرض من وراء الفعل ما الغرض مش هيك تشبحي الدار هكذا ما الغرض وس頒 ما الغرض كيف يشتكلي هنا الفهموه هنا الغرض من انو ما ناكلوش انو ربي سبحانو خلانا صحة لنا ما ناكلوش لصحتنا لانو فائدة لنا ناحنا دايما دايما ناكلو الجسم معنادا ناعدة ديا أننا ناڨيات انو ما ناكلوش نفيقو للناس وحده خير يمساكن ما عندهوش ما عندهوش ما نقعدوش غير في حنا ما ناكلوش بخطر الناس ما عندهمش هنا لا لا ما ناكلوش لأنه الله عز وجل هنا نحى الشياطين ما كالشياطين في الدنيا ربط عربي سبحان وصف دعوه هنا يا رانا اقوياء ولأن اقوياء نديروا الخير قد ما نقدروا لأنه البطل التعناه لي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والطفل لي موت على كلمة